زراعة الزعفران بالجلفة تجربة نموذجية لمستثمر يسعى إلى تطوير هذه الشعبة المتوفرة على قيم غذائية وفوائد صحية فالمردود الموسمي وفير هنا وفاق ست مرات ما كان متوقعا اليوم رأنا في المرحلة الثانية وهي جني بذور بصيلات الزعفران كنا متوقعين نتائج ولكن أعطتنا نتائج أكثر والحمد لله كنا متوقعين تعطينا فوادو فواتروارة يعطتنا فوالسات فويت هذه النتائج بدون أي اسمدة حتى طبيعية اسمدة طبيعية ومستعملنها فقط الطربة وهذا دليل أن الأرض ولاية الجلفة أرض خصبة أرض معطاعة ما شاء الله على مساحة لا تتعدى 3500 متر مربع يحاول عبد الرحمن تدقية زراعة الزعفران كتجربة أولى بالولاية وتحتاج إلى تعميمها على مستثمر آخرين نتمنى هذه التجربة لزراعة الزعفران التي قام بها هذا المستثمر الفلاح التي مرت عبر العديد من الدورات التكوينية لتعريف بزراعة الزعفران والفائداتها في ولاية الجلفة وتأقلمها مع الظروف المناخية والطربة والارتفاع على مستوى البحر التشجيع على الاستثمار في شعبة الزعفران أو كما يسمى الذهب الأحمر قد يخلق فرصا أوفر للشغل ويفتح الطريق نحو ترقية الفلاحة بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر